اهلا بكم مشاهدين الكرام في رحلة جديدة وحلقة جديدة صراحة اليوم انا متحمس جدا اني اقول لكم اهلا بكم في اول حلقات دنيا الاطفال لهذا الموسم موسم جديد واطفال جدد رح نتعرف عليهم لكن قبل من تعرف على اطفال اللي بيكونون معي في هذه الحلقة متحمس ان نرحب بالضيف اللي دي رح تشوفونه في كل حلقة في كل حلقة رح تستمتعون معاه رح تستمتعون بقصصه رحبوا معاي مشاهدين الكرام بضيف دنيا الاطفال لهذا المدسم حمدته اهلا بكم يا حمدته مرحبا بكم اصطيقان الصغار في برنامج دنيا الاطفال معي انا احمدته ايش الحماس دي يا حمدته صراحة انا متحمس وخليت انا اكون اكتر حماس والاطفال متحمسين ومتشوقين ليعرفون من حمدته هذا كلهم حابين يتعرفون عليك يا حمدته من وين يا حمدته عرف نحنا عنك يا اخي عط نحنا نبدأ عن حمدته اللي بيكون ضيف دنيا الاطفال في كل حلقاته ناش ناف نسمي حمدته وشنا انا ادرس في المدرسة ويدي اسمه شعبندر ما شاء الله يدك شعبندر اه يدي انا احبه كتير كتير بس وشوة سافر مصر سافر مصر جدك واش يسوي في مصر اه مش عاربة سورة هناك وبتتعلم المصري اه بغو بيتعلم المصري طيب حمدته انت ما تعرف تتكلم مصري اه دك يوم هو تصل علي وقال لي ازاي كباشة عامل ايه اه وتعلمت مصري ولا ما تعلمت ما قلت له يا جدي لما بتجي من مصر بغتك تعلمنا ايه ايه قلت له ايه قلت له اه لازم يعلمك يا حمدته عشان تي في الحلقة القادمة وتقول لي ازايك يا عموري حياك يا حمدته يا اهلم فيك صراحة الحمدته متحمس اني يكون معاك واكيد دنيا الاطفال كالعادة اطفال مشاركين حبوبين امورين رح يكونوا معانا في الاتصالات وراح نكون معاهم في العجلة الدوارة العجلة الدوارة متحمسة وحمدته متحمس وانا اشد حماسه متشوق اني يكون معاكم لكن حمدته قال انه في قصة حصلت له وحاب انه يرويها للاطفال عشان يتعلموا من هذا القصة لانه حمدته صارت له قصة وسوى حاجة مش حلوة الاطفال يا حمدته بيعرفون ايش القصة وايش الشي اللي سويته يا حمدته انا نقول لك القصة يوم كده انه في المدرسة قبل يومين يعني كده في المدرسة عادين اخر الدوارة مصحابي اش قالوا لي اسمع يا حمدته معانها رحلة وعشوة بغيناك معانا وبعدين اش سويت انا قلت لهم تمام قالوا لي هت معك خمسة الف خمسة الف أيها عموتة ابي liha عليك وبعدين اعطين قلتهم بقول بوي وبارح الدار بقول بوي عشان اعطينها عدي وبعطيكم اياها بعدين وا ابوك قال لك انا رحت الدار وقلت لبوي يا بوي معانها رحلة وعش reinforce مع اصحابي وبقول مني خمسة الف ابي liha عليك وبعدين عطاك شي خمسة الف ألا ما عطاك شي بوي بتصوح ما بوي اعطينا شي قال لي لا ما اعاشة، ما اعاشية تول طيب ليش؟ والله مش عارف أسوء أبوي يعني بس أصلاً يدي شعبندر كان يحبنا ويعطينا كل شي بغاية هنا آآ جدك شعبندر لكن وين جدك دلحن؟ أعطاك شي جدك؟ لا ما أعطانا شي أصلاً يديك مقبلة قلت لك كيف في المصر آآ راح مصر جدك وبعدين ايش سويت طيب؟ آآ خلاص اليوم الثانية أنا شنو رحت المدرسة وقلت لصحابي يا صحابي شو أبوي ما أعطانا شي عدي آآ وبعدين قالوا لك صحابك هكيد شلوك قالوا لك خلاص ما عدت تدفع شي أحمدتو نحن نحبك وبنشل لك بدون ما تدفع صح؟ لا 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 ما قالوا لك دي لا ليش قالوا لك؟ قالوا لي ماشي لازم تيب خمسة ألف بعدين واحد من الصحاب شو كدها نط وقال لي اسمعي يا أحمدتو قلت له واحد فزعتنا قال لي معي لك فكرة جهنمية والفكرة هيدي؟ قال لي اسمع لرحت الداب حص البوك نيم قلت له أيوة ويش في أبوي؟ قال لي راح الشميزة حقه ويشل خمسة ألف من الجيب حقه نعم من الجيب نعم ويشل خمسة ألف بعدين انت ايش سوت؟ رحت سوت الفكرة دي اه انا اصلا انا رحت الداب تبغى أنا أزعل منك وتبغى لطفال يزعلون منك؟ لا لا بس خلاص انا يعني خمع قليك دا بس ورحت الداب شليت الخمسة ألف حصد بوي نيم شليت الخمسة ألف ولي معي يا عموري كان يلوس لي برع عند السد حق الدار عطيتهم الخمسة ألف يا عموري ولي معي شردوا علي وما شلونا معهم شردوا عليك وعطيتهم الخمسة ألف وصرقت أبوك وفي النهاية راحوا وما شلوك يا حمدته أكيد أبوك يا حمدته لما معطاك الخمسة ألف عارف أن أصحابك بيخدلونك وأنه ما بيشلونك محهم لازم يا حمدته أنت تستأذن من أبوك وتجيلوا بالكلام الزين وتقول لي يا أبوي بغيت خمسة ألف بغيت بروح مع أصحابي بيتونس معهم حصد طيب أبوك أنا بسألك يا حمدته يعرف أصحابك هم؟ من دنيا ما يمكن يعرفه وإن كان ما يعرفهم بصلاً أصحابي بس في المدرسة ما هو في الحافة حقنا هذا في حارة ثانية آه مفروض أنت لازم يا حمدته تقول لأبوك تقول له يا أبوي شفنا بروح مع هذا وهذا وهذا وأبوك أكيد ما دامه ما أعطاك الفلوس عارف أنت بتروح مع من وعارف أنهم بيسرقونك وأنت عارف يا حمدته أن السرق حرام؟ أيو أيو وأنا عصنا شفنا يا عموري استفدت كتير من هذه القصة أنه خلاص ما حد بس سرق طول ولا بسمع كلام حد تاني وأبوي قال لي لا خلاص لا أنه أدرى بمصلحاتي يا عموري أكيد وعلى ذكر الاستفادة هذه القصة أحبب أن يعطيها حمدته للأطفال ونقول لهم لا تسرقون إيش نقول لهم يا حمدته لا تسرقون طول وأي شي بغيتو شلوه من أبوكم ولا أمكم ولا أخوانكم وأكيد أبوكم وأمكم وأخوانكم حيعطيكم إياها بالرضا لا أقزب تقولون لأبوكم أو أمكم أو أخوانكم تقول لهم أنه نحنا بغينا معانا رحلة مثلا أو بنجلس مع أصحابنا معانا عشوة وأنا يعني يا حمدته لما نقول لأبوي نقول له يا أبوي شفنا بنزل عشوة مع أصحابي أصحابي هذا وهذا وهذا ويقول لي تمام لأنه عارف أنه أصحابي مهم مصلحيين ومهم ما بيقلبون علي وإن شاء الله الأطفال استفادوا من هذه القصة متحمس يا حمدته أشوف كل المشاركين معاي في هذه الحلقة مشاهدين الكرام نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل ونستقبل اتصالاتكم في دنيا الأطفال وعدنا لكم مشاهدين الكرام بعد نهاية هذا الفاصل القصير ورجعنا للمواصل حلقتنا لهذا اليوم وأول حلقات دنيا الأطفال لهذا الموسم حمدته متحمس أكيد صح؟ أكيد أكيد متحمس ويا حموري أكيد أكيد تكر أصطقان الصغار كيف يتواصلون معنا؟ أيوا يتواصلون معنا عبر الأرقام اللي دي موجودة أمامهم في الشاشة كنترول طلع لي الأرقام لأن الأطفال حابين أن يشاركوا معنا في هذه الحلقة وحابين أن يكونوا من ضمن المتصلين معنا في دنيا الأطفال حمدته في متصلين كتير معنا أش رايك؟ نستقبل أول اتصال نتعرف عليه نلعب معه وندردشعة معاه ونشوفه من وين يكلمنا معنا على الهواء مباشرة يا حمدته أحمد هشام أهلا فيك يا أحمد أه كيف حالك؟ طيب؟ خير من وين تكلمنا يا أحمد؟ من المكلة من المكلة ما شاء الله؟ أه يا أهلا بصحاب المكلة أصحاب المكلة أول المتصلين معنا في هذه الحلقة أحمد جاهز لنلعب مع بعض؟ أه جاهز جاهز بغاتك تقول بصوت عالي أنا جاهز أنا جاهز أيوا يا حمدته كيف شفت أحمد يا حمدته؟ يا سلام أنا متحمس كتير كتير متحمس أكيد أحمد متحمس أحمد إيش رايك نلعب مع بعض؟ يلا جاهز يلا يكن ترول أحمد متحمس وجاهز وحمدته كمان ينظر للشاشة عشان يشوف أيش اللعبة اللي بتكون من نصيب أحمد المشارك معنا يلا طلع لنا اللعبة اللي راح تكون من نصيب أحمد أول المتصلين معنا في هذه الحلقة أحمد معنا لعبة الاختلافات اختلافات أيوا تشوف الشاشة صح؟ اه أيوا في صورتان موجدات أمامك في الشاشة صورة النحلة حيوان النحلة أيش الاختلافات ما بين الصورتان الاختلاف أيوا والاختلاف ما بينهن قللي دلحنا بغ بيعرف والاختلاف وحمد تبغى بيعرف والاختلاف وكل المشاهدين بيعرفون والاختلاف نقطة حق القلب أيش والحاجب حقه واحد النقطة حق اليد أيو والحجاب والحاجب واحد وإش عاد باقي حاجة اللعبة تحت حق المسائح حق القلب دي صار سري و دي برتقال و دي برتقالي و نسمع له تحية ماشا الله تعبارك الله حمدته كيف شفته؟ يه يه وله ماشا الله عليه دكي دكي ماشا الله دكي دكي نعلم ايش رايك يا حمدتو تتعرف من المتصل اللي معانا الحين خلونا اخذها تصالي نقول اهلو ماجدة معانا ماجدة ما شاء الله ماجدة ايو ماجدة كيف حالك انت بخير ما شاء الله يا سلام يا سلام يا ماجدة من فين انت ما شاء الله اهلها يغششونا على اجابة ما شاء الله تبارك الله عليش يا ماجدة طيب يا ماجدة نباش تخنين نحن نشودة حلوة كده يا ماجدة وانش تخنين يا ماجدة تخنين غنية اكيد ماجدة صوتها حلو في الغناء واكيد معاها اغنية حلوة صح يا ماجدة وعشان Malwa ندخلها السحب يحمد صاح ايوة ايوة انتا انتا يا ماجدة ماجدة شكلها صغير نبا واهلا يغششونا ماجدة ماجدة حمدته يقول لك يبغاك تنشدين أنشودة حلوة كده أكيد صوتك حلو معاك أنشودة حتكون للذكرى معانا في دنيا الأطفال ما شاء الله أهلها يقولولها بتلعب ماجدة محلو ما شاء الله تشاور مع الأهل وماجدة عشان تطلع بحاجة حلوة عمور يتشاوروش هكذا بتخني غنية حكا ننسي عيرهم ولا مش عارب بسنا شو نحب الصوت اللي حكا الأطفال يكون صوتهم حلو وجهور يجهور كما كما صوتك الحلو ما شاء الله تبارك الله ماجدة أشريك بتنشدين لي أنشودة ولا أشريك نلعب مع بعض ونشوف العجلة الدوار يلا الماما تقول لك غني عيوة عني 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 ماجدة شكلها تتشاور مع الأهل عشان تطلع بحاجة حلوة ماجدة يلا ماجدة ايش معاكي للأسف يا ماجدة كنت تتمنى أن نسمع صوتها يا حمدته كنت نتمنى أن ندردش معاكي أكتر ونلعب مع بعض أكتر لكن يا ماجدة بأنك اتصلت معنا وكنت من المشاركين معنا في هذه الحلقة أول حلقة دنيا الأطفال نقول لك ألف ألف مبروك دخلتي معانا في السحب لهذه الحلقة وإن شاء الله نشوفك في نهاية الحلقة وإن شاء الله يا حمدته معانا ضيف مميز اليوم في هذه الحلقة وهو اللي بيسوي السحب وهو اللي بيقول لنحن منهم الفائزين معانا الخمسة الفائزين في هذه الحلقة معانا اتصال جديد يا حمدته ونقول أهل السلام عليكم أهل السلام عليكم أهل السلام عليكم عداري كيف حالك عداري أهلو أهلو عداري أهلو أيو عداري كيف حالك عداري اسمعينا من التلفون ووطي صوت التلفزيون عشان نتكلم بوضوح وتسمعينا بكل وضوح ونلعب مع بعض وندردش مع بعض وإن شاء الله بنلا تطلعي معانا في السحب كيف حالش يا عداري بحي كيف مورش من وين تكلمينا يا عداري من الشحر يا أهلا وسهلا بأهل الشحر أهل بلادي أهل سعاد الزبينة عداري متحمسة نلعب مع بعض طيب يا عداري بما أنه المشارك معانا في الاتصال السابق ما سوالنا أغنية إيش رايش أنت تسوي لنحن أغنية وعلى طول بنطلعش السحب بتلقي نحن أغنية كده حلوة يلا أعطينا أغنية يلا ما شاء الله حمدته أنا متحمس لا تسمعه أغنية عداري هنا هناك ما متحمس كتير 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 متحمس يلا يا عداري كنا نحن متحمسين وكل الجمهور أكيد متحمسين يه 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 هنا متحمس متحمس يلا يا عداري حمدته متحمس وأنا متحمس وكل الجمهور متحمسين ليسمعون صوت عداري والغنية يلا يا عداري واصلي يه 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 يهي يه ما شاء الله عليش يا عذاري يا الله يعطيك الصحة والعافية وتسهل عذاري التحية ما شاء الله تبارك الله يعطيك الصحة والعافية ما أن الصوت كان متقطع شوية وكنت رافعة صوت التلفزيون لكن يا عذاري أبشرك أنك كنت معنا في السحب ونشوفك إن شاء الله في نهاية الحلقة وإن شاء الله بإذن الله اسمك يكون من أحد الفائزين معنا في هذه الحلقة شكراً يا عذاري وشكراً لكل المتصلين معنا ما زلنا يا حمدتو في الرحلة الجميلة رحلة دنيا الأطفال الدنيا اللي نعيشها دائماً مع الأطفال ومشارك هذا البرنامج حمدتو أيش الحلاوة هذه يا حمدتو شكوة البدلة حقي حلوة صح؟ من لبسك البدلة ما شاء الله؟ يا بها لي يديهم راح السعودية آه ما شاء الله جدك من دولة لدولة ما شاء الله تبارك الله ويدلعك صح؟ أيضا يحبنا يحبه آه الله يعطيه الصحة والعافية طيب حمدتو جدك الحين يشوفك جده شعبندر يشوفك ايش تقول له؟ يا يده أنا نحبك كتير ونمشتاقرك نشوفك إن شاء الله قد لي بدلة معك من مصر كدهك لفحك عادل إمام كدهك مع عادل إمام؟ أيضا نا زميلك في الأستوديو كل يوم منلتقي مع بعض ونينس مع بعض قل لي يدك يبلي بدلك ما البدلة الحلوة دي؟ لا بني بدلة حق سقيل فاس ماشي حق كبار عندهم ألا ألا قل لي يده فيه هناك في مصر تياب كتير حق كبار خلاص طيب أخي كلم يدي وخلا يبلي حين خلنا يا عموري نستقبل اتصال ومعنا من عموري اتصال هنا؟ معانا ميسرة الآن على الحوام مباشرة تكلمنا وموجودة منظم المتصليين معانا في دنيا الأطفال أهلا فيك يا ميسرة ألا كيف حالك طيبة؟ أيوة من وين تكلمينا؟ من المكلة يا أهلا وسهلا بأصحاب المكلة وأهل المكلة المتحمسين دايما أن يكونون معانا في حلقات دنيا الأطفال ميسرة متحمسة صح؟ أيوة طيب يا ميسرة أنا بقول دنيا وانت تقولين الأطفال بصوت عالي عشان حمدته الحين شكله ضعف الحماس من حمدته الحين بغانا بنصيحه بغاتش تقولين دنيا الأطفال بصوت عالي دنيا الأطفال ياه 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 هنا شو أتحمسه تحينا شو أتحمسه أكيد وأنا متحمس لألعب مع ميسرة أحلى ميسرة وأحلى صديقة صديقة دنيا الأطفال كنت رول ميسرة متحمسة لنلعب معها ومتحمسة لتشوف أش اللعبة أريد رح تكون منصيبها في هذه الحلقة من دنيا الأطفال طلع لميسرة أحلى لعبة معاها ونشوف هل بتجاوب عليها أو لا ميسرة زي ما تشاهدين الشاشة الآن طلعت لك أمامك اللعبة لعبة الحساب والأرقام ما شاء الله تبارك الله كم قطط موجودة أمامك في الشاشة طافي الكهرباء طافي الكهرباء طيب يا ميسرة بما أنك مشاركة معنا فيه اثنين قروض أبغاكي بصوت قليل عشان ما أحد يعرف وحمدته مش عارف والكنترول طافين ما أحد عارف أبغاكي تقولين تنين ها؟ قولي تنين 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 ألف مبروك لك يا أحلى ميسرة وأحلى مشاركة معنا ميسرة أنا دايماً أحب الأطفال وأحب أدلي على الأطفال بأنه دنيا الأطفال يقدم للأطفال جوائز وهدايا وحاجات حلوة نقول لك ألف 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 مبروك لقد دخلت معنا السحب لهذه الحلقة نشوفك إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة وإن شاء الله أحد الجوائز تكون من نصيبك أحلى ميسرة وأحلى مشاركة معنا طبعاً يا حمدته اللي بيسوي السحب معنا في هذه الحلقة ضيف وفي كل حلقة بنشوف ضيف مميز ضيف بيسوي السحب وأكيد بيستقبل إتصالات للأطفال متحمس يا حمدته لتعرف من الضيف صح؟ متحمس وخلنا نأخذ اتصال يا عموري تحينه معنا اتصال معنا اتصال جديد يا حمدته لكن إلا أنت اللي بغادك تحينت تستقبل الأتصال ألو ألو كيف حالك؟ بخيار يا سلام على زينب يا زينب متحمس معنا؟ أخذني نسمعي لي متحمسة لعبين معنا؟ موحي تنظر في اليوم يا زينب يا زينب 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 أين عنتي يا زينب أين عنتي يا زينب من المكلة ما شاء الله يا حمدته تقول لك زينب من المكلة أيوة يا سلام زينب طلال زينب زينب اسمعينا اسمعينا من التلفون ووطي صوت التلفزيون عشان نتكلم معاك ونتعرف عليك ما نقلتين لي ما شاء الله من المكلة يا زينب صح وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التلفون تمام زينب من اسمك الكامل زينب طلال أحمد بحيدرة يا أهلا فيك يا زينب بنت الأستاذ طلال بحيدرة أهلا فيك ومنورة اسمك شاشة تلفزيون حضرموت زينب متحمسة نلعب مع بعض صح أيوة متحمسة طيب أنا لما بقول دنيا أنت تقولين إيش أطفال الأطفال دنيا الأطفال طلع لنا يا كنترول اللعبة اللي بتكون من نصيب زينب المشاركة معانا زينب المشاركة معانا في هذه الحلقة أحلى زينب وأحلى مشاركة معانا طبعا يا زينب طلعت لنا لعبة الاختلافات ما بين الصورتين الموجدات أمامك في الشاشة فيه اختلافات إيش هذه الاختلافات ونحنا بنساعدك وإن شاء الله بإذن الله رح تكونين معانا في سحب هذه الحلقة النقطة النقطة يا تم dir حق الكمبيوتر حق الكمبيوتر أول اختلاف ثاني اختلاف والقرون حق الارنب القرون حق الارنب ثاني اختلاف ما شاء الله تبارك الله الأدن الأدن الأرنب صح؟ والفم هذا الفم ولونه لسانه لونه أصفر وهذا وردي ألف مبروك لك يا زينب دخلت معنا في السحب زينة ألف مبروك لك دخلت معنا في سحب هذه الحلقة ونشوفك إن شاء الله في نهاية الحلقة وإن شاء الله اسمك يكون من أحد الفائزين معنا في هذه الحلقة أحلى زينة وأحلى مشاركة معنا في دنيا الأطفال حمدته أيها كيف حالك طيب؟ نعم الحمد لله لماذا؟ قال الحمدته قال الحمد نعم متحمس بس أنا بغيت أصدقان الحلوين يشاركوهم معنا ونحن تشوفنا متلحم نشوف الطيف اللي أنت قلت لي مجبال عليه تقول معك موهبة إن شاء الله تقول أكيد معنا الحين بي شوية بس وبي لكن قبل ما يجي نطلع مشاهدين الكرام فاصل قصير ونرجع نواصل حلقتنا لهذا اليوم ورحلة دنيا الأطفال لهذه الحلقة وعدنا لكم مشاهدين الكرام بعد نهاية هذا الفاصل القصير حمدته قبل الفاصل تقول لي أنه من هود الضيف اللي بغيب بتعرفه الضيف موجود معانا في الاستيديو هود الضيف هود الضيف معانا أصيل أهلا فيك يا أصيل حياك الله الله يعطيك الصحة والعافية طبعا أصيل من المواهب الصاعدة في مدينة المكلة ومن المبدعين في مجال الغناء والإنشاد وأكيد اليوم حتطربنا بأناشيد وغناء ما شاء الله في الاستيديو إن شاء الله حمدته وغيرك تكلم الضيف تقول له عرفنا عنك ومن وين هو عرفه حتى أنا ما نعرفه يعني أول مرة قابل يا أصيل اسمه أصيل تقول لي طيب يا أصيل عرفنا عنك ومن وين وويش مواهبته وكل شيء عرفنا عنه يلا أعطينا نبدع عنه طبعا أنا أصيل محمد حاتم من مدينة المكلة ومنشد وفنان في نفس الوقت وأنا نتابع الفرقة اسمها فرقة النقاة إنشادية يا سلام يا سلام شوف عمور يشوف فنان كمانا نغني شوفنا أحيان آه ما شاء الله طيب قبل ما نشوف فغنية أصيل حمدته وأنت تغلي آه نغني حكا نغني يعني يعني واتغني حقوها بلي حقوها آه سبستون زي إيش من أغنية ماما يابت بابي في سيور الجنة هذه ماما يابت بابي أخير بغني حاجة بابا روفيل داقي يونيبي وعالم الأطفال عالم جميل وعالم الأطفال عالم جميل مالعالم حقنا دنيا الأطفال جميل شكرا آه ما شاء الله تبارك الله دنيا الأطفال ياسيل كيف شفت حمدته؟ كيف شفت صوته؟ والله رائع رائعش رائع ما شاء الله نسمع لحمدته تحياتي نصفوا بله في التحلال حصول الحلاة دacaktة حديته دائما رائع ووجودك معنا أروع أصيل معنىك ما شاء الله قويت من مدينة المكلة وأحد أعضاء فرقة النقاء الإنشادية في مدينة المكلة فرقة النقاء تضمن الكثير من الأعضاء المبدعين الكثير من الأطفال المتألقين ما شاء الله واليوم معنا أحد أعضاء هذه الفرقة رائعة أصيل أصيل ما أنه ما شاء الله في مجال الإنشاد والغناء بغاك تطربنا بأغنية أو أنشودة عشان الجمهور متحمس فراحة إن شاء الله كن نظيفا في مظهرك كل طيفا في جوهرك أتقن أخي عاملك بالصدق والإحسان سلوكنا حياتنا والتنمية لذاتنا على القيم ثباتنا فهي لنا عنوان مينيًا قاذا سلام لكم مع الاحترام نمضي معاني للأمام نبني لذي الأوطان مينيًا قاذا سلام لكم مع الاحترام نمضي معاني للأمام نبني لذي الأوطان الله عليك يا أصيل أحلى أصيل وأحلى مشارك معنا كيف شفته يا حمدته ما شاء الله صوته حيره حيره جدا 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 ما شاء الله يعطيك العافية يا أصيل أخورين جدا أنك معنا اليوم وأصيل أكيد ما أنك مشارك معنا في هذه الحلقة أكيد بتستقبل أطفالات لأن الأطفال يبغوا أصيل يتكلم معهم أصيل الحين معنا على الهواء مباشرة سالم أبغاك تتعرف على سالم أكتر وتلعب معاه إن شاء الله يكلمك سالم يا أهلا والله سالم كيف أتر سالم معنا آمنة على الهواء شرتنا الآن انقطع للتصال من سالم ونتقلنا لآمنة آمنة أيوة كيفك الحمد لله خير إن شاء الله الحمد لله بخير أعطينا على المورة كشف جديد والله الحمد لله كل شيء ثمان إن شاء الله طيب أمو أنت أمنة من اسمع ثمان من فين أنت من مكلة من مكلة يا أخي والله عاهم بالأي طيب فاهم مكلة من الديس ما شاء الله أهلا بصحاب الديس ما شاء الله من مدينتك واكيد حد اللحة يا صيب حتفوزها لها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وآمنة بما أنك مشاركة معانا في هذه الحلقة تعالي نلعب معاش تعالي يا أمنة أبغاك بصوت تعالي تقولين دنيا الأطفال دنيا الأطفال دنيا الأطفال يعطيك العافية يا أمنة كنترول طلع لأحلى أمنة أحلى لعبة أمنة بما أنها مشاركة معانا ومتحمسة لتعرف أشي اللعبة أمنة اللعبة موجودة أمامك في الشاشة لعبة ما شاء الله الأعداد كم بطة موجودة أمامك في الشاشة لحين بأيظهر عادة ماشي ظهر عادة ماشي ظهر عندك عادة ما ظهرت عندك أربع أربع أيوه متأكدة أيوه ما شاء الله تبارك الله بما أنك متأكدة انتبث الإجابة يا كنترول ما شاء الله تبارك الله يا سلام عليك يا أمنا ياه 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 ما شاء الله عليها دكية دكية ما شاء الله دكية والأطفال كلهم اللي شاركوا معنا أدكية ومبدعين طيب يا حمدتوا أوقت تستقبل الاتصال هذا ونعرف منه المشارك معنا أو المشاركة معنا الحين وخلا نستبقى نقول له ألو إكرام يا إكرام إكرام يا إكرام ألو إكرام ما شاء الله إكرام شكلها سامعتنا من التلفزيون وموطية صوت التلفون نقول لكل مشاهدين وكل المتصلين معنا لو كنتوا من ضمن المتصلين معنا شاركوا شاهدوا صوت التلفزيون وسمعونا من التلفون عشان تسمعونا بكل وضوح تفضل يا حمدتوا مع إكرام المشاركة معنا إكرام ألو كيف حالك ألو أي إكرام كيف حالك خير الحمد لله تمام أيوة مستعدة على أبي معنا ألو إكرام أيوة إسماء استعدة على أبي معنا مستعدة أيوة استعدة وغش تقليم بصوت رافع دوني الأطفال بخير الحمد لله لا الحمد لله ونام بحفل فينا بخير كما غشت تقليم بصوت رافع دوني الأطفال دوني الأطفال ياه ياه سلام ما شاء الله وفي حين أشوف أدور عندك الشاشة لعبة حق الفروقات ويا عموري لعب معها ما شاء الله يا أكرام موجودة أمامك لعبة الاختلافات ما شاء الله تعلي الي من الأطفال يلا يا أكرام أبغيك تقولي لي ما شاء الله ما شاء الله عندك صورتلام في هذه الصورتان ثلاث اختلافات أبغيك تقولي لي إيش هادي الثلاثة الاختلافات وإن شاء الله بعضنا تعطي في09 تدير Origin الغيمة التي تقوم tässä ما يا اله نعم القسم الشكرام والدورة الدورة ماشاء الله تبارك الله بقي اختلاف واحد وما يتناه حي so much يوه ياя سلام ماشاء الله تبارك الله عليك يا اكرام و احلى مشاركة معنا و احلى اكرام موجودة معنا في دنيا الاطفال ننتقل يا حمدتو و نتعرف اكثر على اصيل و على موهبة اصيل و موهبة الانشاد و الغناء الذي ماشاء الله أصيل عاش كثير من السنوات في هذه الموهبة أصيل متى بدأت في مجال الغناء والإنشاد؟ والله كان بدأتي من مدارس أكيد زي أي فنان يعني في المدرسة بدأت أيوة زي أي مبدع ومتألق بدأ من المدرسة صح وكان بس إنشارة في مسابقات وحصلت على المركز الأول على مستوى المكلة لأكثر من ثلاث مرات ما شاء الله تبارك الله ثلاث مرات يحصل على المستوى الأول ما شاء الله تبارك الله في مجال الإنشاد أو الغناء الإنشاد أو الغناء الطربي الإنشاد والغناء الطربي هذه المشاركة في كل سنة تقام أيوة كل سنة في عام كم وعام كم وعام كم حصلت على الثلاثة 22 وال21 ما شاء الله تبارك الله الله يعطيك الصحة والعافية ووفقك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله رحلة جميلة وما زلنا في الاتصالات ومعانا متصل جديد عبد الله أهلا فيك يا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله كيف حالك طيب طيب من وين تكلمنا يا عبد الله من حي السلام يا أهلاً فيك يا عبدالله وأحلى مشارك معنا تعال يا عبدالله نلعب مع بعض لكن قبل ما نلعب أبغاك بصوت عالي تقول دنيا الأطفال دنيا الأطفال أكيد يا عبدالله أنت متحمس ونحن متشوقين ومتحمسين لنشوف أيش اللعبة التي رح تكون من نصيبك عبدالله أيو عندك الكلاب الموجودة أمامك في الشاشة كم كلب موجود أمامك في الشاشة دنيا الأطفال عبدالله أذكر لي كم كلب موجود أمامك في الشاشة كم كلب موجود أمامك في الشاشة يا عبدالله عبدالله اسمعنا من التلفون ووطي صوت التلفزيون عشان تسمعنا بكل وضوح خمسة ما شاء الله تبارك الله خمسة نتبت الإجابة كنترول تبت تبت الإجابة يا كنترول ما شاء الله واتك شوف يا عموري واتك واتك عبدالله وبما أنه واتك ألفين بمبروك يا عبدالله إجابتك صحيحة انتقلت معنا إلى سحب هذه الحلقة معنا اتصال جديد ونقول أهل السلام عليكم شهودة يا شهد كيف هالك؟ بخير الحمد لله يا سلام مستلسة لبي معنا؟ من غير الباوزير بغيت تقليم بصوت رافع معي يقول دوني الأطفال شهودة أيوة قلي قلي قليد معي دوني الأطفال دوني الأطفال يا شهلا ويش اللعبة عموري؟ يلا تعالي نلعب مع بعض اللعبة كم هذا الحيواني موجودة أمامك في الشاشة كم يلا واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة قلي سبعة 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 إجابتك صحيحة يا شهودة وأعلى مشاركة معنا بأنك المشاركة معنا ألف ألف مبروك ونشوفك إن شاء الله في نهاية الحلقة وإن شاء الله اسمك يكون من ضمن المشاركين معنا اسمك كان من ضمن المشاركين وإن شاء الله بإذن الله اسمك يكون من ضمن الفائزين معنا في هذه الحلقة أصيل شكرا لك فخور جدا أنا كمامي وتشرفنا جدا بالتعرف عليك وإن شاء الله بننجاز إلى آخر إن شاء الله يا أصيل أنت بتعرف منهم الفائزين في هذه الحلقة إن شاء الله تكون عندك مشاهدين الكرام ننتقل ونشوف منهم سعيدين للحظ والفائزين معانا في هذا اليوم وهذه الحلقة من دنيا الأطفال وعدنا لكم مشاهدين الكرام بعد نهاية هذا الفاصل القصير وعدنا عشان نشوف منهم الخمس الفائزين معانا في هذه الحلقة والذي راح يربحون معانا على مبلغ وقدره 10 ألاف ريال مقدم من تلفزيون حظ رموت ودنيا الأطفال أصيل الضيف في هذه الحلقة ما شاء الله تبارك الله تشرفنا فيك يا أصيل وإبداعك وتألقك كان للذكرة معانا في هذه الحلقة أصيل هدا لهم المشاركين معانا في هذه الحلقة أبغى خمسة فائزين ورح يربحون كل فائز معانا على خمسة ألف ريال أصيل أخلط الأوراق تعال يا أصيل أخلط الأوراق ونشوف منهم من ضمن الفائزين معانا أول فائز معانا افتح الورقة ونشوف يا أصيل حمدت ومتحمس أيه متحمس ونشوف من أول فائز معانا اليوم يلا يا أصيل وأنا متحمس ومتشوق ورّي الناس ورّي كل المشاهدين منهم الفائز معانا ميسرة صالح بسبعة ميسرة صالح أهلا فيك يا ميسرة وشكرا على مشاركتك معانا وألف ألف ألف مبروك لقد ربحتي معانا على مبلغ وقدره عشرة ألاف ريال مقدم من تلفزيون حضرموت شكرا لمشاركتك وألف مبروك لكي تعال يا أصيل ونشوف من تاني سعيد الحض أو سعيدة الحض معانا في هذه الحلقة مين 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 دحينة مين عادي عموري مين وبيفوز دحينة حمدتو أنا متحمس كثير ونمتحمس ما شاء الله يلا يا أصيل نشوف زينة طلال أحمد زينة طلال أحمد من مدينة المكلة ألف ألف مبروك لك يا زينة لقد ربحتي معانا على مبلغ وقدره عشرة ألاف ريال مقدم من تلفزيون حضرموت أشكرك على مشاركتك الجميلة معانا في هذه الحلقة وإن شاء الله نشوفك في حلقات قادمة من دنيا الأطفال وتكونين مشاركة معانا ثالث أو ثالث الفائزين معانا في هذه الحلقة إن شاء الله أوليت متحمس أنا يا أصيل عذاري هاني ما شاء الله تبارك الله قل لنا يا عه عذاري هاني معنوز عذاري هاني معنوز طبعا عذاري أختي ألف ألف مبروك لك يا عذاري الله يعطيك الصحة والعافية صرحت تحمست الشوقت بمشاركتك شكرا على مشاركتك ومتحمس لأشوفك اشتقتلك كتير وألف مبروك لك العشرة ألف الله يعطيك الصحة والعافية وشكرا على مشاركتك رابع الفائزات أو الفائزين معانا يا أصيل مبروك مبروك لكل الفائزين يا عموري كل الفائزين يستاهلون وكنت أتمنى أن كل المتسابقون معانا في هذه الحلقة يكونون فائزين لكن هذه شروط البرنامج يعني عشان يتحمسون في الحلقات القادمة يلا نشوف شهد عمار بادباخ شهد من غيل بوزير ألف ألف مبروك لك يا شهد وألف مبروك لأهل غيل بوزير العشرة ألاف ريال المقدمة من تلفزيون حضراموت ألف مبروك لك يا شهد وإن شاء الله نشوفك في حلقات قادمة من دنيا الأطفال أخر الفائزين معانا يا أصيل يلا أخر من أخر الفائزين أصيل شرايح وجايد أصيل ما شاء الله متحمس طلعت ورقتين الثاني بيزع يلا تعالي نشوف يا أصيل يلا نشوف يا حمدته أنا متحمس يا حمدته وأنت متحمس يلا متحمس كتير كتير وأكيد كل الأطفال وكل المشاركين وكل اللي من يشاهدنا عبر الشاشة متحمس أصيل من الفائز إكرام صلاح مصيقر إكرام صلاح مصيقر من مدينة المكلة ألف ألف مبروك لك يا أحلى إكرام وأحلى مشاركة استمتعنا معاك في هذه الحلقة وألف مبروك لك العشرة ألاف ريال أصيل أنا متحمس أن أسمع صوتك مرة أخرى وأسمع أغنية أو أنشودة مرة أخرى وهذا كده تكون ختام هذه الحلقة وهذا اليوم وبعد الأنشودة تكون الجمهور مع السلامة سر حبي فيك غمط سر حبي من كشف إيش اللي خلاني عشق فيه والعشقة تلاف إيش أوقاني في أشبكك ونعاني تشوف لا تعدبني وإلا سرت وتركت المكلة لك إذا ما فيك معروف الله عليك يا أصيل ونشاهدين أكيد مع السلامة مع السلامة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر